دقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طبول الحرب على إيران طويلاً وعندما حانت ساعة الحقيقة تراجعت في اللحظات الأخيرة وفقاً لما أعلنه ترامب بنفسه حين أكد أنه أوقف ضربة عسكرية كانت ستنطلق بعد دقائق رداً على إسقاط طهران طائرة أمريكية المسيرة فوق مياه الخليج العربي قراءة في هذا المشهد وما تبعه تشي بأن إدارة ترامب قررت عدم التورط في حروب الشرق الأوسط لكن على ما يبدو فإن هناك اتجاه أمريكياً محفوفاً بالمخاطر لتفويض الكيان الصهيوني بتوسيع مسرح المواجهة مع إيران إلى أبعد من سوريا ولبنان الحديث هنا يتعلق بالعراق ومضيق هرمز وفي كل الساحتين فإن هناك غموضاً متعمداً لإرباك إيران في تكرار لسيناريوهات القصف الصهيوني لأهداف إيرانية في سوريا بغطاء الروسي تركم الأحداث خلال الأسابيع الماضية يشير إلى نقطة تحول في إعطاء إدارة ترامب ضوءاً أخضر لتل أبيب لردع إيران نيابة عنها أربعة تفجيرات استهدفت معسكرات ميليشيات الحجد في العراق في وقت أعلن وزير الخارجية الصهيوني إسرائيل كاتس في جلسة سرية بالكنيسة أن تل أبيب ستشارك في التحالف البحري في الخليج العربي الذي تسعى الولايات المتحدة لتشكيله لحماية الملاحة الدولية في مضيق هرمز كما أن تقارير إعلامية تحدثت عن تمركز غواصات صهيونية في الخليج العربي الرد الإيراني جاء على شكل تحذير من قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري من أن أي وجود للصهيونة في مياه الخليج قد يشعل حربا تطور لاحقا لخطط مناورات بحرية مع روسيا لاستعراض القوة في رد الرمزي على التحالف البحري الذي تحاول واشنطن تشكيله هذه المناورة الإيرانية الروسية المتوقعة بنهاية العام لن تتطور إلى تحالف بحري لأن تهرام بكل بساطة لا ترغب باستدراج الدب الروسي إلى حديقتها الخلفية على الرغم من التقارير غير المؤكدة التي تفيد بأن ميناء أيب شهر وشبهار يمكن أن يصبح قاعدتين أماميتين للغواصات الروسية النووية الأمر ذاته في العراق حيث السيناريوهات المحتملة متشابهة البنتاجون يمر في مرحلة التفكير بمصير بقاء قواته في العراق مع النائب النفس عن الهجمات الأخيرة على معسكرات ميليشيات الحجد التي يتعزز دورها على حساب المؤسسات الأمنية الرسمية بينما يزداد وضع الحكومة في بغداد هشاشة ساحات المواجهة تتسع إذن بين أمريكا وإيران وإن كانت بالوكالة سعيا للوصول إلى طاولة المفاوضات وحينها سيعاد ترتيب جميع الأوراق في المنطقة ليكون العرب كما جرت العادة هم الخاسر الأكبر